الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي فعلينا أن نتحرى كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى نصلي مثله وإن الأجر ليعظم شتان شتان بين صلاة فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي وبين صلاة ليس فيها عناية باتباع السنة ولا تلمس للأدلة ولا معرفة بكيفية صلاة عليه الصلاة والسلام وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الدعاء بين السجدتين وقلنا إنه مستحب عند جمهور العلماء واجب عند بعضهم وأن الوجوبة في قوله رب اغفر لي وأن هناك أدعية زائدة على ذلك قد ثبتت وصحت في هذه الجلسة وهي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني ومن قال بوجوب الذكر في هذه الجلسة فإنه يوجب رب اغفر لي مرة واحدة والزيادة سنة مستحبة وليست الجلسة بين السجدتين ليست من أوقات الأدعية المفتوحة في الصلاة لأن الدعاء فيها مقيد معين بما ورد لكن السجود وقبل السلام مجال للدعاء المفتوح ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة وتحدثنا عن جلسة الاستراحة وأن جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وتكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة وأن من أهل العلم من قال لا يجلس جلسة الاستراحة بل يستتم قائما مباشرة ينهض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وقيل هي سنة للمحتاج فقط مثل كبر السن والضعف والمرض ونحو ذلك ورجح بعض العلماء أنها سنة مطلقا في كل الأحوال تكلمنا عن كيفية النهوض للقيام وأن بعض العلماء قال ينهض معتمدا على صدور قدميه وقال بعضهم يستحب له أن يعتمد على يديه وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأن الخلاف في هذه المسألة يسير وبأي القولين أخذ الإنسان فلا حرج عليه وصلاته صحيحة لكن الشأن هو اتباع السنة ما هي السنة في النهوب على صدور القدمين أم على اليدين وانتهينا في وصف الصلاة من الركعة كاملة من أول تكبيرة الإحرام إلى الرفع من السجدة الثانية من هذه الركعة وجلسة الاستراحة قبل أن يقوم سيكبر بطبيعة الحال ويقوم إلى الركعة الثانية فما صفة الركعة الثانية وما هو الخلاف وما هي الاختلافات بين الركعة الثانية أو هل هناك فروق بين الركعة الثانية والأولى قال المصنف رحمه الله تعالى ويصلي الركعة الثانية كالأولى إذن بعد أن يفرغ المصلي من الركعة الأولى يقوم ليأتي بالركعة الثانية وصفت الركعة الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال له ثم فعل ذلك في صلاتك كلها يعني في كل الركعات الأخرى متفق عليه وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لكن هذا الكلام في الجملة والعموم ويوجد فروق يسيرة دقيقة بين الركعة الثانية والأولى فمنها أولا النية فلا يأتي بنية جديدة في الركعة الثانية أما الركعة الأولى لها نية للصلاة وكذلك تكبيرة الإحرام فهي في الركعة الأولى وليست في الركعة الثانية لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت فليس هناك استفتاح آخر في الركعة الثانية وكذلك دعاء الاستفتاح فلا يسن في الركعة الثانية لأن الاستفتاح يراد لفتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقال ابن قدامى رحمه الله معلقا على هذه الثلاثة النية وتكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ولا نعلم في ترك هذه الأمور الثلاثة خلافا يعني في تركها في الركعة الثانية وأنها في الأولى وليست في الثانية ويمكن أن نقول أيضا إن من الفروق أن القراءة في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى كما ثبت في السنة في عدد من الأدلة وقد قدمنا ذلك سابقا أيضا من الفروق رفع اليدين في الركعة الأولى نرفع اليدين في تكبيرة الإحرام لكن عند القيام للركعة الثانية لا نرفع اليدين إذا قمنا في الركعة الثانية لكن ورد رفعهما في الركعة الثالثة وليس في الرابعة فإذا في الأولى تكبيرت الحرام وفي الثالثة عند النهوض إلى الثالثة من التشاهد لكن في أول الثانية إذا قمنا للثانية ما في رفع يدين ومما اختلف العلماء فيه في الفروق بين الركعة الثانية والأولى الاستعاذ للقراءة في الركعة الأولى نستعيذ فهل نستعيذ في الركعة الثانية قال بعض العلماء إن الصلاة جملة واحدة والقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة وإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة في الركعة الأولى في الركعة الأولى فلا حاجة للاستعاذة في الركعة الثانية لأن الصلاة متصلة وما بين القراءتين إلا أذكر ما بين القراءتين إلا أذكر وأنه لم يفصل يعني يخرج عن القراءة بشيء أجندي فلا داعي للاستعاذة في أول الركعة الثانية فإذا أتى بالاستعاذة في الركعة الأولى أول الركعة الأولى يكفي مثل دعاء الاستفتاح هذا مذهب الحنفية والحنابلة ورجحه من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله القول الآخر يستعيذ في كل ركعة مادام في كل ركعة يوجد تلاوة في كل ركعة في قراءة فيستعيذ في كل ركعة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أراد أن يقرأ في الأولى استعاذ وإذا أراد أن يقرأ في الثاني استعاذ وهكذا هذا قول الإمام الشافعي مذهب المالكية ورواية عن أحمد وهذا يقتضي تكرير الاستعاذ عند تكرير القراءة ولأن مشروع للقراءة فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلاتين يعني في التراويح مثلا إذا صلينا ركعتين وقبنا للركعتين بعدهما فإننا نستعيذ في بداية الركعتين أيضا على يتيحال هذا القول الثاني قال في الإنصاف وهو الأصح دليلا ورجحه من معاصرين الشيخ عبد العيس باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صفة الصلاة وقال الشيخ بن عثيمير رحمه الله والأمر في هذا واسع والأمر في هذا واسع طيب لو واحد نسي الاستعاذة في الركعة الأولى فيتأكد أن يستعيذ في الركعة الثانية كما لو أنه مثلا دخل في الركعة الأولى دخل في الركعة الأولى أثناء الركوع ثم قام الركعة الثانية وكانت الصلاة سرية فإنه يستعيذ ما استعاذ في الركعة الأولى يستعيذ يستعيذ الثانية طيب هل يجوز أن يقرأ القرآن وهو قائم من الأولى إلى الثانية أو بعد أن يعتدل قائما الجواب بعد أن يعتدل قائما لا يبدأ في القراءة في الركعة الثانية حتى يعتدل قائما لأن القراءة قائما ركن في الفريضة وقد وقعت مسألة سألت عنها شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك أيضا نفعل الله به عن واحد كبير في السن وحركته ثقيلة بطيء في الحركة فإذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية يأخذ وقتا في النهوض وإذا كان في الركعة الثالثة والرابعة والإمام لا يقرأ فيها إلا الفاتحة فهذا الشخص حتى يصل إلى الاعتدال يكون قد ذهب نصف الفاتحة فهل يجوز له أن يقرأه وهو في بداية النهوض لأن وقت نهوضه يطول يأخذ وقتا حتى يعتدل قائما وما يصل لحالة الاعتدال في القيام إلا والإمام قطع نصف الفاتحة أو قارب على نهايتها فهل يصح أن يقرأ من أول بداية النهوض حتى حتى يستوعب الفاتحة فقال الشيخ نعم يفعل ذلك يفعل ذلك أحسن من أن يطول تطول مدة النهوض وهو ساكد وما يصل للقيام إلا بعد ما يكون الإمام قارب الركوع ثم لا يجد وقتا لقراءة الفاتحة طيب الأصل طبعا إذن إن الإنسان ما يقرأ القرآن إلا إذا اعتدل نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فلأن الركوع موضع حناء والسجود كذلك في الأرض فلا يناسبه أن يقرأ فيه القرآن وإنما القراءة تناسب القيام اللهم إلا إذا صلى جالسا لعذر في الفريضة أو لغيره في النافلة فإنه يقرأ وهو قاعد في موضع القيام طيب هذه الفروق بين الركعة الثانية والأولى ماذا يفعل بعد انتهاء من الركعة الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يجلس للتشهد الأول بعد أن يتم المصنف الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجدتيها يجلس التشهد وقد سبق أنه يجلس مفترشا يعني يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة وسمي جلوس التشهد لأن المصلي يقول فيه الشهادتين لو قال واحد لماذا سمي جلوس هذا بعد الركعتين جلوس التشهد فالجواب لأن المصلي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنه يختم التحيات بالشهادتين في هذا الجلوس في هذا الجلوس طيب ما حكم قراءة التحيات في التشهد الأول مذهب جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد أن هذا الجلوس وقراءة التشهد فيه سنة كما في المجموع وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق بالرهوية والليث بن سعد وغيرهم أنه واجب من واجبات الصلاة من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهو سجد لسه وحتجوا على القول بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به يعني ولا مرة ما ترك التشهد الأول هذا ولا مرة ما تركه عمداً وقع أنه تركه نسياناً وسجد لسه وسجد لسه قالوا لو كان سنة كان تركه مثلاً مرة تركه أحياناً لبيان الجواز لكن كونه يداوم عليه دائماً باستمرار هذا يدل عن وجوب وأنه لما تركه عليه الصلاة والسلام نسياناً سجد لسه لجبر النقص إذن هذا نقص طيب يسن للمصلي إخفاء التشهد وترك الجهر به نقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم كمن قدام رحمه الله والنووي ويسن للمصلي في هذا الجلوس يعني لو واحد قال هذه جلسة التشهد أين يضع اليد اليمنى أين يضع اليد اليسرى ما هو وضع الأصابع يعني إيش يبسطها ولا يقبضها ولا ماذا يفعل فالجواب يسن للمصلي في جلسة التشهد هذه يعني التشهد الأول في الافتراش في الافتراش في الصلاة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى طبعا فيه فرق بين الفخذ والركبة فنحل الآن نقول يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه مبسوطة مضمومة الأصابع يعني ليست مفرقة الأصابع مضمومة ومبسوطة وليست مقبوضة مبسوطة على الفخذ الأيمن والفخذ الأيسر مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة فما تكون محروفة يمينة ومحروفة يسار مضمومة مبسوطة على الفخذ مستقبلة القبلة هذا عند الشافعية والحنابلة كما في المغني والمجموع ومن أهل العلم بن قال لا يضمها ولا يفرجها تفريجا فاحشا بل يتركها على طبيعتها هذه على طبيعتها إذا تركت أصابعك على طبيعتها فيه انفراج ليس فاحشا لكن يوجد انفراج والضم لا تقصد أنت الضم تتقصد إذن القول الأول يضم ويبسطها على الفخذ القول الثاني تركها على طبيعتها طيب ما هي كيفية وضع اليد اليسرى على الفخذ اليمنى يبسطها على الفخذ طيب اليسرى قلنا يبسطها لكن وردت لها صفتان اليسرى في التشهد في جلسة الافتراش الصفة الأولى أن يضع يده على فخذه ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه أن يضع يده يعني اليسرى على فخذه بس أطراف الأصابع عند طرف الركبة عند طرف الركبة لأن الفخذ طويلة فوين يضع يعني في أي منطقة من الفخذ في أول الفخذ في وسط الفخذ في آخر الفخذ اليمنى يبسطها على الفخذ لكن اليسرى ورد فيها ورد فيها أدلة أن هي تبسط على الفخذ نعم لكن تكون رؤوس الأصابع قريبة من الركبة اليسرى يعني على طرف الركبة اليسرى ما هو الدليل روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى طيب الكيفية الثانية أن يلقم كفه اليسرى ركبته فإذا كانت هذه الركبة ألقم ألقم الكف اليسرى ركبته فأحاطت بها قبضت عليها قبضت عليها اليسرى تقبض على الركبة اليسرى هذه كيفية أخرى وقد جاء ذلك في إحدى روايات حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى هذه خلاص بسطها واضحة ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته ويلقم كفه اليسرى ركبته قال الإمام الناوي رحمه الله في اليسرى هذه وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة لاحظوا إذن عند الركبة كما قلنا رؤوس الأصابع على أول الركبة هذه كيفية كيفية ثانية سنة ثانية أن يلقم ركبته كفه يلقم هذه الكف اليسرى على الركبة اليسرى وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث هذا كلام النووي رحمه الله أما اليد اليمنى فهي مبسوطة على الفخذ اليمنى طيب في مجافة في هذه الجلسة هل في المرفق يبعد عن الجنب الجواب لا لا يجافي مرفقه عن جنبه في هذا الجلوس الدليل ما رواه النساء رحمه الله من حديث وائل بن حجر قال ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنْ عَلَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى لاحظ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنْ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنْ عَلَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى إذن لو في مجافة وابتعاد ما صار هذا حد المرفق على الفخذ ابتعد لكنه قال وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى على فخذه اليمنى إذن ما في مجافى لليد في هذا المجافى ما هو مثل السجود السجود يبعد يبعد المرفق عن الجنب طيب ابن القيم رحمه الله تعالى قال وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها ما يبعده فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه كما قال في زاد المعد الآن سنأتي إلى موضوع الكف اليمنى كيف ستكون في موضوع الإشارة في الصلاة بالأصبع بالسباء بالمسبحة أو المشيرة التي كانت العرب تسميها السبابة هذا من شاء الله ما سوف نتعرض له في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى ونحن في الرحلة صلوا كما رأيتموني أصلي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يغيف إخواننا المستضعفين ويرحمهم ونسأله عز وجل أن يعجل بالفرج عجل الفرج لهؤلاء المستضعفين إنه سميع مجيب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته